اشتركوا في القناة اذا امامنا في لوحة التقديم المستوى وهو الجدال المشترك المادة التقويم ومدته الزمنية ثم المؤسسة واسم الاستاذ الذي اعد هذا التقويم سنقسم هذا التقويم تشخيصي الى مكونين مكون التاريخ ثم مكون الجغرافيا وكل مكون سنقسمه كذلك الى اثنان او سنقسم اسئلته الى اثنان جانب معرفي وجانب مرتبط بالمنهجية والمهارة مثلا هنا صلب سهم بالنسبة للجانب المعرفي في التاريخ وهنا نختار مفهومين مرتبطين بمقرر الجدع المشترك ولكن مرتبطين كذلك بمكتسبات سابقة خاصة بالسلك الاعدادي وهي الحداثة والرأسمالية استخلاص القرن الذي تمثله كل سنة ويدخل في الجانب المعرفي هل يستطيع المتعلم ان يحدد القرن طلاقا من سنة معينة اجب بصحيح ام خطأ اعطينا هذه الاقتراحات الاربعة او الاقتراحات الاربعة حتى يحدد المتعلم الجواب الصحيح من الخطأ اما الجانب المنهجي والمعرف اعطينا نصا تاريخيا امامكم واسئلة منهجية مرافقة كتحديد نوع الوثيقة ومصدرها الاطار التاريخي عملية الاستخراج واخيرا طلب من المتعلم ان يذكر خطوات نهج التاريخي مكون الجغرافية كذلك قسمناه الى اثنان جانب معرفي واخر طبيعة الحال منهجي مهاري صير بسام مفهومين كذلك يرتبطان بمكتسبات سابقة ويرتبطان بمقرر هذه السنة والمناخ والطقس هما المناخ والطقس ذكر العناصر الاساسي الخريطة السؤال معرفي مباشر ملء الجدول الاسفل بانطلاقا من المفاهيم ولاحظوا معي هنا جغرافية طبيعية والذين المفاهيم مرتبطة بالجغرافية البشرية ثم الجغرافية الاقليمية اما الجانب المنهجي والمهاري فحددنا له كاختبار انجاز او مهارة انجاز المبيان وبالضبط المبيان الذي طلب من المتعلمين ان يحولوا هذا الجدول اليه هو المبيان بالمنحنة كما تلاحظون لدينا توالف الزمن سنة واحدة تفصل بين كل سنة اذا السؤال الاول تحويل الجدول الى مبيان بالمنحنة ثم كذلك اختبرنا خطوة منهجية في الجغرافية مهمة جدا وهي الوصف كذلك التفسير هنا انطلاق من هذا السؤال صيف تطور نسبة نمو الناتج داخل الاجمال الامريكي اعتماد على المبيان الذي انجازته وفسره بناء على مكتسباتك ثم عملية الاستنتاج وهي مرتبطة بالتعميم استنتج المكان الاقتصادي الولايات المتحدة الامريكية على المستوى العالمي اما السؤال الاخير فهو عملية التوطين لما لها من اهمية في الجغرافية بالضبط هنا فقط توطين الاتجاهات الاربع المفقودة في هذا الرسم البيان اذا هذا نموذج لتقويم تشخيص خاص بمستوى الجدع المشترك سوف اضعه لكم في الرابط الموجود اسفل الفيديو وسنتبع ان شاء الله بجدادة خاصة به ويتخطيط له ولتفاصيله لم يبقى لي سوى ان اشكركم و الى موعد اللاحقين باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة